تشهد مصر اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 جاء الإعلان عن إطلاق هذه الاتفاقية غدت ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع السابع لللجنة العليا المعنية بتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 وفي هذا الإطار وجه مدبولي بسرعة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة السابعة والعشرين للمؤتمر كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة خطة التحرك المستقبلية مع مؤسسات وجهات التمويل الدولية وذلك في إطار جهود جذب التمويل المطلوب للمشروعات المصرية صديقة البيئة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز عمليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر